استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية حيث تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة فضلا عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية بينما أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة في حالة ما إذا وقع من المحام ما يعتبر تشويشا يخل بنظام الجلسة والذي كان موجودا في القانون القائم بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين